أهلاً ومرحباً بكم في قناة قوي عقلك في العصور القديمة أطلق أجدادنا على العظام الأحفورية العملاقة بقايا أبطال حرب طروادة بعد ذلك بقليل ارتبطت العظام بالعمالقة المذكورين في الكتاب المقدس فقط في عام 1842 توصل العالم الإنجليزي ريتشارد أوين الذي قام بتحليل عمل زملائه إلى نتيجة غير واضحة كل هذا هو عظام الدين سورات الفقاريات الضخمة التي سكنت الكوكب منذ زمن بعيد ظل الاسم عالقاً وبعد عقود من الدراسات المكثفة توصل العلماء إلى الاستنتاج الثاني مخلوقات عملاقة ضخمة اختفت فجأة على مدى فترة قصيرة من الزمن وفقاً لمعايير الجيولوجيا ومنذ ذلك الحين ظهرت مجموعة من النظريات والافتراضات لا يمكن لأحد من الحيوانات الحديثة التنافس في القوة مع الدين سورات الضخمة التي لا تقهر لكن لماذا انقرضت هذه المخلوقات العملاقة؟ في الدقائق القليلة المقبلة تنتظركم الفراشات والنيازك وحتى إطلاق ريح مشع لكن لا داعي للقلق سنقدم إجابة محددة مباشرة بعد تعليقاتكم حول الدين سور المفضل لديكم دعونا في البداية نذكر لكم بعض الحقائق عاشت الزواحف الفقارية على كوكبنا أكثر من 150 مليون سنة كانت أحجامها متغير لكن بعضاً منها كان حجمه عملاقاً جداً من حيث التنوع كانت الدين سورات مثل الناس ليست على حد سواء كان هناك أكثر من ألف نوع من جنسهم كل أسبوع تقريباً يتوصل العلماء إلى اكتشاف جديد ولكن هناك نمط ثابت إذا كان تاريخ ظهور الدين سورات الأولى يتغير بل ويزداد باستمرار فإن تاريخ اختفائهم يكون دائماً في وقتنا الحالي يقال إنهم ظهروا منذ أكثر من 250 مليون سنة وهذا الرقم فقط في ازدياد لكن في الوقت نفسه فإن البقايا الأخيرة يعود تاريخها إلى 65 مليون سنة ومع هذا تتبع النظرية الأكثر شعبية لأنه يعود تاريخ فوهة تشيكتشولوب في جزيرة يوكتان إلى نفس الفترة إنه ضخم جداً لدرجة أنه من المستحيل اكتشافه بالعين حيث يبلغ قطره 180 كيلومتراً وهو كبير جداً بالنسبة للمراصد العادية منذ نصف قرن من الزمان توصل إليه العلماء من قبل الصدفة وأدت دراسته إلى مجموعة من الاكتشافات استضم كويكب عملاق يبلغ طوله 10 كيلومترات على كوكبنا وهذا ما تؤكده عينات الطربة والنماذج المتعددة من السهل تخمين أن عواقب مثل هذه الضربة كانت كارثية فقد ضربت الأرض هزة قوية ساخنة عدة مرات وبدأت البراكين تندلع في جميع أنحاء العالم والغابات تحترق وأصبحت الطبيعة مختلفة ولعدة سنوات ساد الليل هذا الكوكب بسبب انخفاض درجة الحرارة لعدم وجود أشعة الشمس وكذلك السخام وكانت النباتات والتحالب تمر بوقت عصيب وصعب وحتى أصعب لمن تناولهم لكن بالنسبة للذين أكلوا أولئك الذين تناولوا النباتات بشكل عام فنحن صامتون كما توفي العديد من أنواع الحيوانات والنباتات لذلك ليس من المستغرب أن يكون من بينهم الديناصورات النيزك لديه عيب واحد فقط أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أنه في وقت سقوط النيزك كانت الديناصورات قليلة بالفعل وأنهم بدأوا في الموت قبل فترة طويلة من سقوط النيزك معدل ظهور أنواع جديدة بعد سقوط النيزك كان أقل من معدل انقراض الكائنات الموجودة ومن هنا يقمن السبب الحقيقي والعدد الذي لا نهاية له من الإصطارات المضحكة على سبيل المثال يعتقد عالم الحفريات ديفيد ويلكنسون أن الديناصورات قد انقرضت بسبب إخراج ريح مشع قام هو ومؤيدوه بحساب كمية الغاز التي تنبعث من بعض الأنواع واعتقد بجدية أن الديناصورات يمكن أن تسمم نفسها وهناك آخرون هلومون على انفجار النجم الأكبر بالقرب من النظام الشمسي إن تشعيع الأرض يمكن أن يثير تغير المناخ ويقتل الديناصورات لكن المشكلة هي أنه لا يوجد دليل على مثل هذا الحدث لا يوجد أتلة على إخراج الريح وغيرها من النظريات المجنونة التي نراها على مواقع الإنترنت لكن في الواقع كل شيء أبسط وأكثر مللا أصبح الانقراض الديناصورات مزيج شائع من العوامل المتزايدة استشهد العلماء بمجموعة من الأسباب أولا عصر الجريد قبل سقوط النيزك بفترة طويلة انخفطت درجة حرارة الكوكب ومعها كمية العشب التي يتناولها الديناصور بالإضافة إلى ذلك انخفطت كمية الأكسوجين في الغلاف الجوي فتطورت عشرات ومئات الأنواع الحيوانية الجديدة نعرف جميعا أن الكرومانيون أول إنسان عصري قديم من العصر الحجري القديم الأوروبي قد أطاح بالنياندرتال الإنسان البدائي فلماذا لا يريد أحد أن يصدق أن الأنواع الأخرى حلت محل الديناصورات؟ أجل كانت الثدييات والحيوانات الأخرى أصغر لكن هذه كانت مكافأة فقد أكلوا بهدوء بيض الديناصورات أجل والحيوانات الضخمة نفسها لم تتجنب هذه الأنشطة ونتيجة لذلك لم يترك العديد من الحيوانات بيضة واحدة وبذلك توقف جنس الديناصورات يلاحظ العلماء أيضا أن فترة انقراض الديناصورات شهدت طفرة في تطور الفراشات لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك طيور ولم يكن هناك أحد يبيدها ونتيجة لذلك أعطت مجموعة من اليرقات للنباتات مرة أخرى مساحة قليلة لتغذية الحيوانات العاشبة ومع انخفاض عددهم عانت الحيوانات المفترسة لدينا نحن أيضا نظرية على أساس واحد من النظريات الموجودة والتي تنص على أن سبب الانقراض كان إنجاب عدد كبير من الذكور وضعت الديناصورات البيض لكن التغيرات في درجة الحرارة الخارجية أثرت عليهم مما تسبب في ولادة الذكور النظرية تبدو مجنونة ولكن فقط للوهلة الأولى لأن بعض أنواع السلاحف تموت مباشرة أمام عيننا على سبيل المثال بالنسبة لأولئك الذين يعيشون حاليا أثبت العلماء أن درجة حرارة فقاصة البيض تؤثر بشكل مباشر على جنس السلاحف الناشئة وبحلول نهاية القرن ستكون 93% من أشبال السلاحف الخضراء من الإناث الوضع مختلف عن الديناصورات لكن من الواضح أنه مع مثل هذا الخلل سينخفض عدد السلاحف في بعض الأحيان ونفس الشيء قد يحدث مع العمالقة هناك نظريات أخرى مثيرة للاهتمام للغاية على سبيل المثال تدمير الذات بعد التطور سيطرت الديناصورات على الأرض وهذا يمكن أن يدمرهم كانت بحاجة للبقاء على قيد الحياة لكن أصبح الصغار فاترين وضعفاء هناك نظرية عن خلل عمل المخ مرتبطة بالأحجام الضخمة ولكن الحقيقة ربما تكمن في أنه في مكان قد انقرضت الديناصورات لمجموعة كاملة من الأسباب والدليل على ذلك أنهم لم يموتوا وحدهم حينها مات 16% من الحيوانات البرية وحوالى 20% من الفقاريات البرية وهذا لا يعد هو الانقراض العالمي الوحيد في تاريخ الكوكب لأنه لا يزال هناك انقراض حدث في مدينة بيرم والذي يعتبر الأكبر حينها توفي 96% من سكان البحر و73% من الفقاريات لكن بالنسبة للكوكب كان الانقراض الرهيب للديناصورات كان هناك خمسة انقراضات عالمية لكن هنا لا وجود للكائنات الفضائية الغريبة الغامضة أو المتنورين التغيرات المناخية على الأرض تحدث بشكل دوري إما أن يصبح الجو حارا أو باردا الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقال هنا هو أنه لا يوجد سبب واحد مؤكد أجل التصادم مع الكوكبات ينبعث منه طاقة تساوي عدة ملايين من القنابل النووية لكن التبريد أو الاحترار المفاجئ يحدث نفس الشيء لم يكن أكثر سوف يجد أسلافنا في يوم من الأيام الأسباب الدقيقة وفي الوقت نفسه فإن الشيء الرئيسي الذي يمكننا أن نقوم به هو رعاية كوكبنا يتحرك الناس بجد ليصبح الحافز لتغير مناخي آخر وسيكون ذلك أسوأ من أفلام الرعب نهاية أفلام الزومبي محبي كوكب الأرض إلى هنا ينتهي هذا المقطع أراكم في مقطع مقبل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر